عقد الرئيس عبد الفتاح السيس اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وصرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية حيث تناول الاجتماع بحث سبل سير العمل بقطاعات الطرق والكبار والمشروعات الانشائية والمعمارية إلى جانب مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة كما تم استعراض جهود تطوير معهد ناصر للعلاج بإضافة مباني جديدة وتطوير المباني الأساسية القائمة واستحدات أقسام وتخصصات طبية جديدة وزيادة السعة السريرية للمعهد بمقدار ألف سرير إضافية ووجه الرئيس السيسي بتحويل المعهد ليصبح مدينة طبية متكاملة فضلا عن زيادة الطاقة الاستعابية للمعهد ورفع كفاءة بنياته التحتية وذلك بالاستعانة بالخبرات الاستشارية العالمية في هذا المجال آخذا في الاعتبار أن المعهد يعد من أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر